شهدت حق مصد من قامة السعوات وراء شهدتنا الدفع هذا اليوم بطائبي يوم لذي ينفع من المبالبن إلا من أتى الله بقلب سليم يا أيها الذين لمن تقل الله حق أصباته ولا تأوتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الناس لتقرب ربكم الذي خلقكم من نفسي وحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ولساءاً وانتققها الذي تساءلون له والمحن حين الله كان عليكم رقيماً يرين الذين آمنوا انتققها وقولوا قولاً سديداً يستهلكم أعمادكم ويرفر لكم تنوبكم ومن يبع الله ورسوله فقد فاز الناس العظيم ألا ومن أصبح الحديث كلام الله عز وجل وخيراً لديهم محمد صلى الله عليه وسلم وشوروا بمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من الله صاحبها في النار أعادنا ضابوا إليكم من النار ومن حال أثن النار مما ينقرروا إلى النار من قومهم وعرف وقعدوا إيمان الكارم بحياتكم الله وبياتكم واجعل الله جنة بثوانا ومثلاؤا طبتم جميعاً ومسيكم من مشاكم وتغولتم من جنة المقعد المنزلة والله نسأل أن يجمعنا في هذا المجلس وفي بيته أن يجمعنا في جهده وذلك قامته إخواناً على الصور المتقبل في البداية قبل ذات يذيبت محمد الله عز وجل على هذه المجلس بعد فهرات انتبع عودت أسنان المجلسة ليا الحمد لله وأنا فيها كتابة كما يرام قريب الدم وخير من كثير الموقع الحاجة الأولى نحمد الله على هذا الطريق الدريق فلي نسأل الله أن يبديه وعلي بعدها نحمد الله على هذا التوفيق ونوفقنا لكي أنطالبوا للعلاقة الجديدة فهي أن ننسوه إن شاء الله ومن هنا إن شاء الله يلوه وشوهونها ويقولون مقصونا لكل الإخواني الذين أشكرهم عند ربيهم والولد ويكون أيضا لإخوانهم الحاضعين الذين أيضا حسناتهم وجزائهم عند ربيهم وقبل كل هؤلاء من الناس ويكون أشكرهم عند ربيهم وسيكون أشكرهم عند ربيهم وكرمون وكاننا مشارف بأن جلسنا وستمعنا وكاننا مشارف في الجلس مستمعنا أنا شرف أن يكون من المشيخ المدعب ويضم المشرف موضوع في اليوم إن شاء الله سيكون مارضاً من مراقب وهذا مارض هو دام العقب مارضاً في التمك نقدر أقول لكم لهذا مارض كل إنسان في هذا مارض ما كاش إنسان ماش طائفاً وإنما هناك من استطاع أن يتحكم في هذا الوقت وهناك من لم يستطع أن يتحكم فيه أو لم يستطعه على رجل الوقت الوقت إنسان يتحكم في هذا الوقت فالحمد يبقى اتحكم فيه وصار اتعامل لده ونطيره لهوا تور ونطيره والإنسان الذي يتحكم فيه فنحن نشوف ما هو المعلم الذي توعاده الله به وكيف سيبعاده لهذا المارض وما هو هذا المارض وكيف لا تدعوش لهوا قبل أن نتحدث عن الكتاب قبل أن ننصر كتاب قبل أن ننصر كتاب العلم كذلك تبكت فيه ومعلم وكيف سيبعاده وكيف سيبعاده وكيف سيبعاده تجد فيه فصول أقواب معناها في الكتاب قل لي فكيف ما هي عادة ما هي عادة ما هي عادة هذا الدلغة إنما يدل على أن هذا المرض مرض الفكت هذا المرض وكيف سيبعاده أكثر شيء يؤدي إليه أو يدل شعاره هو الشيطان مع الحاجة لديك شعر لغة وشعر الشيطان كما نعلم مجمع حادثته مع عبد الله ولما طلب وكيف سيبعاده وكيف سيبعاده خطب الله عز وجود فقال فبما أهو يثني إذا أفعنا لهم سوابك المستقيم ثم لأتي أنهم من بين يديهم ومن خفهم وعن إيمانهم وعن شمال إليهم ولا تجل أكثر الشيطان خطب الله عز وجود بهذه الكلمات ما قال ناش إباشوا زعبان قالها قلنا قلنا لينفتدها ويضطها ويصرفنا عن عبادة يوم قالوا لأبعدن لمسراطك المستغين بنوا عباس وغيرتهم وقالوا لأبعدن لمسراطك المستغين الضائم على الشيء هو الإنسان في المنازم للك الشيء ما يختيش، ما يتركوش، ما عايز فيه أمتين ما يختيش وإبليس مما قال لأبعدن لمسراطك المستغين أي سألازمها للطاريخ الذي أصير فيه ماذا يلازمون شيء أحمله؟ لا ألازمهم لأعبر وجههم وأصرفهم عنهم يقعدهم في هذا الطاريخ لكي يبعدهم عليهم اشتارك المطاريخ بكين أحيانا بحاجز يصريبك إلى سبيل آخر الشيطان غير ذا بحاجز مش مكتبش لجمال الطاريخ وبدأ السبيل وبدأ الوصول شي سبيل السبل تبعد عن ذلك الطاريخ فهنا هو ينفذ ذلك الوعد وينفذ ما هو عيد به الله ثم قال ثم لأنا في يدهم في البيت الأيديهم ومن خلفهم وعن عمامهم وعن شغائرهم ونجد أحساهم شديد أهنا شو أهنا بسحانه في السريكي ونجد أحساهم وعن المعلم قال وعن أمامهم وعن شغائرهم وعن شغائرهم وعن شغائرهم من فوقهم من تحتهم مكات وعن شغائرهم من فوقهم وعن شغائرهم من فوقهم وعن شغائرهم 800 قال أتم الشيطان يبنى ذلك من كل وجهه غير أنه لم يدقى بذلك لم يستطع أن يكون ذيلة ومن أخبتك هو لو استطاع أن يمنع عنك رحمة الله لا ننعها ولكنه لم يستطع يمنع عنك رحمة الله جدا وعلا أحد وهي العلم أيضا ذكرنا كلام بذير عن هذا الشيطان حديث هذا الشيطان وعلى شهر يفتلوه لأنه أسباب المعاصمة من غير النفس أهم عدو السنوباء هو الشيطان فإذا عرفنا عدو منا وما يريدون منا عدونا بعدهم قدرم عالجوا منها أما أنا لا أعرفش العلم بتاعي ماذا هو مجموع؟ ماذا هو مجموع؟ ماذا هو مجموع المعاصمة التي أصيبك؟ إذا لم أشخصك نفير وسائل أنا لم أشخصك نكوها أنا أعرف ماذا عدو؟ أول ما معرفه هو معرفته معرفتنا معرفة اللعين عليه من الله المعيس قال ما في السبحين إلا طعر الشيطان لي أعرفه على أربعة مرس كل ما يقف على النار الشيطان يقف على أربعة جمال من بين يديه ومن ثلفيه وعلى يميه وعلى الشمال فيقول ابدأ فيقول الشيطان يقف لا دفع إن الله غفوره وعلى الله بيع المعاصمة خارج وعلى الله يغفوره فأضع أي فيضع وإني لبفطار لمن تال وآمن وعمل صالئا ثم أهدنا من يرفي أفطار له؟ من تال وآمن وعمل صالئا ثم أهدنا معناه من في رأى وغير مقابل تبص تخص بأشخاص من هنا أفان قال وأمنا من خلفي وبعد يجري الله قلوا خلفوني بالضيعة على من مخدفه معناه بالضيعة نستعرض أولادي من أهدي ورحمة نحكم سورية فأقرأ أولاهم تعالى وما من دانة إلا على الله أصبح ثم يأتي من قبل يميني يأتي من من قبل الشمال فأقروا قوله تعالى والعاقبة في الفتاة الشهوة السلامة هذه بلدات ونكوريات أن الإساء لقعنا هذا شراب ما حرام فأقروا قوله تعالى العاقبة في الفتاة وشعطان يا ربي لديتو مش مبيتوش لما لديت الجنة عند لقاب كبار قالوا من طبر الشباب فيزيني من باب آخر من أبواب الشروات فأقروا وأقروا قوله تعالى مرحيلة لينا مرحيلة في قيمة فأقروا 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 شوفوا العلم كيف يتعابلون بعض النباط وعادة بسيطة ما يجعلها صعبة حلاكة في ربما كمتعة أو الهدوة يجينا الشيطان نديرنا صغيرة ويجينا الشيطان ويجعل ما يغفر مرحيلة يجعلها 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 كم شيء ما قالوا لا تستفت التانية استفت مع المرحول 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 مرحول ما ترشتكم مرحول يقولي هذا المعصي يجعلها تعمل وتضغل وتنسى التوبة والوجوعة ويجعلها ويجعلها على كل هذا الشيطان الله يزا ورجاء الطالة في إتابه الشيطان يعيدكم الفقرة ويأماركم بالخش والله يعيدكم أغثرة منه وفضة والله وفضة المفسيرات هذه الآية في قوله تعمل الشيطان يعيدكم الفقرة ويأماركم بالخش يعيدكم الفقرة ويأماركم بالخش ويأماركم بالخش من المرحول التيتنا نحن كيف تفوق أن أخافه أنهم نخافه كنت أمر الفقراء تخطون الأطوار في الطابلت أو مجمو أنهم يعيدكم أنهم السيطان قال نحن ان تخربوا إلينا جميعا فإذا أتيت، يا مثل، أتيت العمل الصالح، فإذا مثل، فضعتها، 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 في أي موقع؟ الشيطان يأتي، قلت هذا الموضع، وليس مضعت عن الخبر، لأنه إذا توضعتها، ما هي عمسك، يعمسك أولادك، يعمسك باللوحك، ما هذا؟ فيخوفك بهذا، يعيدكم بالفقر، ويأمركم بالفعشة، بحث أخذ العلم المفسرين، قال، قال، كل فإن شاء من القرآن، فهي التقصد بها الزنا، ما على هذه، لا يأمر التقصد بها لما هو المخضر، يعيدكم بالفقر، ويأمركم بالفعشة، يعيدكم أنه يأمركم من الفقر، ويأمركم بأن تكونوا مخالا، فالله يعيدكم أغفرة منه، فالله والله والفضل، هذا ما شيء محدد من الأسبق المعظم، ولكن ننتقل الآن إلى الدار العظيم، كان الدار فتك، فشكم سنوات، وغالب، حكمت، حكمت، خيث كثيرا، فوائد، تفت لنبدأ، ولكن خيث كثيرا، كأهد العلم، خصوصا كإماما، هذا إماما، دار الفوائد العظيمة في هذا، ما نصحكم به، يولونك عفو، إمام المغين الجمزية، عبت الله، فلنة نتفol، ولكن تفت لـ عني، وشك لقاء، تتلقى هذا أمر، وكأهد عائل الآخر، حدو كذلك، أنت لك هو إمام المغلطيب، وهذا أمر، وكأن هذا أمر قلنا من الأحمق المغلطة الرحيمة، في كتابي لي، اعيام العلومك، هذا أنه لا يتوقف أمر، هنا من الدايب وكينا نسلسوا بحياتنا موازل ها وخصتها 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 الصحيب تطالوا علينا راح تطال فيها في الوان العظيمة وكلام بتاعه المفهوم والمتجامل دون سيكتب كلام بسيط بعد الجولية بتكلموا عمفين وتسمعوا قولة بطولة ورحمة الله علي متعاففوا كيش لازم نقوم هنا باش نسمعي فيه يمام روحية ورحمة الله علي لا ترى في كتاب آخر وفي أحد المتبليقات قد كان الكفر أربعة معنى هذا الكفر يبنى على أربعة المسيس كيكتاب له هذا المسيط طابعا يبنى التبنى وش من يالباك المسيط طابعا قال رحمة الله علي الكبر والحسد والغضب والغضب والشهد الكبر والحسد والغضب والشهد كيش نفع هذا المعافي الإنسان؟ خلاص هذا الإنسان فارجا حيغر جبطائيا عند إراتيه العبودية من كونه عبداله لأنه تكف الصحر رحمة الله قال قال فالكبر يمنعه لنقي القيادة كما عشوا مهم أنواء الكبر الكبر يمنع الإنسان من أن يكون متابعا منعالا ينهال بالنورة يتكبر عن كل من ينمر كل من ينصر قال والحسد يمنعه قبول المصيحة كيف بدأها كيف أن الإنسان مرضي المصيحة من نصره بحاجه ما يخير منه؟ لا نصره كيف أنت تطورينه؟ تخير منه؟ هذا الحسد الكبر والحسد يمنعه من العادل ما زال ماش باش إنسان عادل هو في غضبه لا يستحيل أن يعد إلى الإنسان مضبان ثم ضاروا الشهوة تبنعه وأن تضروا غيب عباد فكل ما اتبع المسل الشلمات أخذ جده مشعيئاً فشيئاً وأبعدته فضوة بفضوة عن العباد عن كل كمل فيه خير في دينه ودينه هذا تبين بأن هذا الرعاة قد تسكتها من أبعين مولين الكبر الحسد الغضب والشك قال فإذا انهدم ركن سهل الناس وإذا انهدم ركن الحسد سهل بدء النصيحات وقبوله وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العبد والتوابع وقبوله كان في الدينه في سنة الابيس والسر في عندي صحابة المتبع كيف كانوا يقبوا سنة الابيس والسر تتكلمون باش المشافرة والإنسان الذي يقول هذه سنة المشافرة ما سهل يجب أن يجب أن تتكلمون ما سهل العموناب ماذا نعلمون اكبر العادات إنسان غاضب يرطب ديب وطنطر وزعافتها هل يبعطى أنه إنسان عادل؟ يقول كم إذا حدث النبي صعصتك ما هو شاكي عنه النبي صعصتك لقد أضطع وزعافتك فهذا إذا ذهب هذا الرقم سهو أعاليه بعد المطر وإذا نداد مرضه الشهر سهو أعاليه الصبر والعافل في مولئ شاهده شاب هل إنبي صعصتك معجب الله من الشاب يستوصى بضانه نخل شابر تبقى تحوله خصوصا إذا كان أعزم طهن يتقولون وعلاش؟ خفضوا الشهوات وروا في فضلات الشهوات تقل كثير عنه ضايرة بكثير وهذا يصرفه عن حد العباد توقع بل يضيع صلاة ويضيع أمورا بتجمي شهوة دقيقة أو ساعة أو وقت محدد ثم ذكر رحمة الله عنه قلت وإذا تأملتم كفر الأمن إذا رأينا وذهبنا وراجعنا إلى الأمن السابق كفر الأمن وقلت وجدنا أن هذا الكفر تعالى المسابقة ينشأ من هذه الأمور الأمن لمعينة وشهوة الكفر خبرتان نرى ما هو هذا الكفر قبل أن نرى ما هو نبدى من نذبع بعض الآيات بعض الآيات التي تناولت هذه السنة تناولتها من الآيات القدر من قال تعالى في كتابه سأصرف عن الآياتي الذين يتكبرون في الأرض بغيرها وهذه الآيات يوم سوى لأفتكلم كانت عن نهجي المهدان وشهوة وقال تعالى أيضا كذلك يقضع الله على قلب كل متكبر جبار وقال تعالى أيضا وقال تعالى أيضا إنه لا يحب المستكبر وقال تعالى أيضا لقد استكبروا في أنفسهم وعاتوا بتبا كبيرا وقال تعالى أيضا إن الذين يستمرون عن عبادته سيدخلون جهنم له هذه عضلة وإذا تأملناها في نوعي شيء هذا التكفي تكفي لأن ننزجر على هذا التكفي أن لا نعود إليه لأنه لما يصير التوطار عن فهم كتابه وعن تبيره والعمله والصرف هذا يكون بسبب أن لأنك تكبرت فقط تكبرك سبب لأجلك يا ربك ماشي هذا الوقت الله قد أن يصرفك عنك تكبرك تكبرك سبب في أن ترد في نارج تكبرك سبب في أن يكون في أن يُبهد عن الله عز وجل إنه لم يكن مستقيم نحن نبي صلى الله عليه وسلم نأتي للأحاية النبي صلى الله عليه وسلم أول حدي قال عليه الصلاة والسلام لا يذكر الجنة من كان في قلبه بالطالة من كبره قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في حديث يومي من كبره وقال عليه الصلاة والسلام من كان في قلبه مذقر حبات من كبره أكبر الله في النار على وجه وقال وقال ذا يزال الرجل يرهم من أفسه حتى يُغتَد في الجبالين فيصيبه ما أصدر من أعلم أحد الكثيرا وانتبا لقع ولكن في أبط هذه الكثيرا يزال الرجل والأصد لأنه في كتاب ماذا يترون سنة الأبي صلى الله عليه وسلم ما يكي ولكن إذا كان من التفكير هذا الكبر إذا أتينا إليه وقال من الكبر وقال للكم التكرب وقال لعجب تمنحون بحاجة واحدة إنسان تكرب وإنسان يرجب إنسان الذي يعجب بي نفسي أنا بشتكفت عن إنسان أنا شكرا حاجة كيفة أجب كيفة قال إن جاء إلى الكبر إلى التكبر إلى العجب قال نجد كيفة التكبر وليس كيفة خلونا بعض الله قال لكل حاجة الإنسان لذا مبنون ولذا أمر غارب فالصيب حاجة كيفة داخل الإنسان يحسست عن الإنسان أنه حاجة كبيرة هذا السمور كبير والتكبر والفعل الناديج عن هذا هذا الإنسان ما أنسان يفعل بهذا الجبر السمور متكبر السمور متكبر إنسان في داخله يبنئ صفتك هذا الجبر العجب متكبر العجب متكبر العجب الكبر العجب متكبر العجب يكون بين الإنسان ونفسي فقط هذا العجب من نفسي فقط أما المتكبر سيجب أن يقول منافر بشي بشي تسموه متكبر لازم يكون واحد يتكبر عنه ونازم يقول عنده حاجة يتكبر به بشي تسموه متكبر بشي تسموه متكبر بشي تسموه متكبر عنده حاجة يتكبر به عن الناس ومستحوه متكبر ومستحوه متكبر وعنده الإنسان يتكبر عنه أما المعجل في نفسه فهو معجل في بيناه ومين نفسه وهو معجله من أسباب التكبر الآن نأتي إلى هذا الكبر نميس نفسه عندما كرناه قبل قريبا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يدفع الجنة من كان في قلبه إثطار وذرة من كبر هذا الكبر جعنا إجابا هو كالإجاب كالبالع كالجبار كالعازم الذي يهول بين المؤمن وبين أهلاق المؤمن وبين الكنسان أهلاق المؤمن وعنده وعنده نفسه لأنه هذا الإنسان المتكبر لن يبتصد بأهداف المؤمنين مثل تكبره لأنه تكبره يمنعه عن القصف فهو يمنعه على أن يحب للناس لا يحبه لنفسه يتكبر عليه وكان أشوفك أقل منه بحبه الخير تدروني فهو شارك فهذا يمنعهم بخير للناس بتفكره أيضا يمنعهم عن التواضع من خلق في هذه الأهل الكثير من الإسلام وفت في آيات وفت هناك كان مبيع لأن الإسلام من توقع لله رفع هذا التفكر فهو سبب بكل خلق من دني أن نذكره سواء كان كل مضي سواء كان الحسد سواء كان أبونا النصير ما لقاء يمنع التكبر صحيح أن يتكبر لأن الإنسان متكبر أو متكبر عين فهذا التفكر قال تعالى في كتابه سأصلح عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض به هنا الله عز وجل يعني أنه سيبدأ أو أنه سيغفع فهم أبونا عن كل المتكبر وسيغفق عن قلوبهم العامل حيصيرا وتصير قلوبهم سواء مضيبة لا تعرف معروفا ولا تنكرونك تصير قلوبهم ميتا لماذا؟ لماذا؟ لأنهم تكبروا تكبروا عن آياتنا تكبروا عن خلقنا وحتى قد يتكبرون عنها كان هذا سبباً أن نرجع ذلك النور الذي يوصلوا فيها نرجع ذلك هما كالنور كالسراج المني الذي يوضيه أسنل طريق الموسيقى قلوبهم رحمة الله عليه أي سأصرقهم على أن يتفكروا ويتدبروا في كلامنا ماذا؟ وكعمل وكعمل ماذا؟ هنالك ما نتفكر أن تدبر في كلامنا ينجوا نحب قبعاً حتى ولو هاولنا كان يذكر أن المسيح عيس تبناء عليه السلام. قال إن الزرع ينبت في السكت ولا ينبت العصر. كذلك الحكمة تعمل في قبر المتوقع ولا تعمل في قبر المتكبه. ألا ترون أن من شخف برسيه للشغل السفر شتى ومن قضى أضلى برهكا. فهذا مثل الله لبعلي السلام المتكبه. قال هم اشتوه الإنسان ليطول الله بسهل الله. كيف يلحق لسهل الله. وإنسان المتواطع يوظل مستقبل. فالله عزيز عليه السلام هذا المثل لمتكبه والمتكبه. التكبر قسمه إلى ثلاثة أسنة. وبعضهم السلام في العصر. نحن نجمونا ثلاثة بمشنا عكم الله. أول اسمه. وأخبر أجماعي التكبر وأعظمه هو التكبر وهذا التكبر هو ناره وعليناه. وقاربناه في قصة النغرود حين قال أنا أحيل ومميت في قصة في العقل. قال أنا ربكم العقل. هذا التكبر هو يبثل جهنه جهنه أن الإنسان. جهنه بنفسه. وجهنه بما أرده. وجهنه وطبيانه وعليناه. الله عز وجل. قال في كتابه إن الذين يستطيع بأروم عن عبادته سيدقون جهنه وهذا التكبر ستجد العقل بده في الدولي هذا قبل الآخر. قبل الآخر. قلنا ما روبكم في كشهر أستاذ. كيف أكتبه؟ كيف أكتبه؟ كيف أكتبه؟ كيف أكتبه؟ مع عبادة؟ أخبرك ما في ناسه؟ قال أنا أدعو لي راسم الدولي بواحدة. جهنه. طبيانه. ما الشيء روحه؟ حاجة كبيرة ومتكبر. فصلى الله عنا فأكتبه. فأكتبه. فرعون. فنعمه. وهذه الآروجي من تحت القلقات. هذا ينطر. كيف أكتبه؟ كيف أكتبه؟ كيف أكتبه؟ أكتبه؟ أكتبه. أكتبه. الله سيطلب اليوم من الجيك بمدنيك لتبه لذي من خلفك. تكبرت على الله. فسنجعلك آية لنخفك. ولمن بعدك. لنريهم عاقبة من يتكبر على الله. نوع الثاني للتكبر هو التكبر على رسوليك. نرى قرأة في قصص أهلية. لماذا كذب الأهلية؟ لا يتكبر. لماذا كذب الأهلية؟ الله سيطلب يتكبر على الله. قال تعالى على لسانة هولي مكوى. أنؤمن لبشرين مثلنا وهو هم من النعم. نؤمن لبشرين في محايا. وقال أيضا ولمن قطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا مخاسبت. وقال تعالى أيضا إن أنتم إذا بشروا مثلنا. وقال تعالى أيضا وقال الذين لا يرجون إضاء الله. لا يتكبر. إنك إنسان محايا. كيف أن نبينك؟ وقال تعالى أعيش مع النبي صوريوسك. أنت نفسك؟ أنت تجد. أعيش مع النبي صوريوسك. أنت تطعى الغنب. يتيب. أنت تولد. أنت تتكبر عنا. لأن الحبيب يعج لا يتيب. هذا الحقيب يأتي بل حقها لربهم. فمن شاء في اليوم ومن شاء في اليوم ومن جاء من هذا الحق الأبي يا رسول الله فالتكبر عن الحق هو من أعفل وأنشد بأنواع هنا في هذا التكبر عن الوصف يذكر أن فرعون قال لمسا عليه السلام أو مسا عليه السلام قال الفرعون قال له آمن ولك ملك معنا أدخل في الإسلام تقول آمن بي آمن لمسا آمن بالله لأنه بالإله الواحد وسيرطى لك ملك وحيد اسم النواب وحيد طفعي الزفك وليفعاتك ومثالك وشطفع قالوا حتى أشعرها مان فشعر في العالم ثم قال ثم قال لفرعون بينما أنت رب ولي وعبد إذ سوت عبدا تعبد شوفوا الحاشية حاشية تسوق مبانا تسوق قالوا قال يا رب تعبد أشطل يا رب تعبد شوف من قرد شوف من أحبه فقال فرعون مستنفق أفرعون وابتعب وخالب ولم يرضى أن يعبد الله عزب أفرعون قال لي شوف نفس الشيء قال لي شوف مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الأبي صلى الله عليه وسلم لو لا أنزل هذا القرآن على مراكم من القرية الأعضاء وعلى شوف نزل عليك نو كان بصدر بيعنا وحما يدرسوا نشتاعة نحن تكررون الآن خير أفضل نأكل بيته وهذا تجريبه آه والوليد المتعاب ومشرفتها الزوج كانوا من وجلان قومي من عطماني وسادة القريش قالوا كيفا أتكرر لسالة عند الزوج العظماء وجلان كبار وكان يزلطوا على لنا تكبول ما شيء تكبول عن ما نزل علي تكبول عن النساء فهذا من أعضر من ألواء التكبول النوع الثالث من ألواء التكبول ألو أنه التكبور عن عين هلأ قلنا أنت تكبور عن الله وعلى رسول الله وأنه لنفس الناس أنت تكبور عن الحق ألأ أنت تكبور عن عين وهذا أمو في زماننا إما تكبور أمو يرى نفسه عظيمة يرى نفسه مكانة عالية رفيع منزلة مرلوقة وأن تدعوه نفسه ونفسه تدعوه في نفسه إلى الترفي عن عين نفسه نفسه من زمان يشبنا سنينتك فليستصفيرهم ويأبى ويرفض أن يكون مساوياً لهم هذا تقحتها في بيت الله عز وجل لا يرضى أن يكون لديك المسلمين تقاحتها في أدن عراته لا يرضى أن يتساوى سنينتل على اسمهم هو إيمان ونسقاياً 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 يرقو ينزل ماخر هو بيتون أي سبب أصدير يتساع عمل هذا الكبر التكبر عن الناس هو أيضا تكبر عظيم وعظمها التكبر أو خبره يكون في مره هذا الإسام يتكبر على خدمها هو الآن يقول بفعل هذا الفعل لا يريق إلا بالملك شكراً عن الملك لديه حق أن يتكبر على أدن فقط أنا وأنت مثلهم تتكبر بأي فهنا فهو الآن هنا اتصف بصفات من صفات الملك التي لا ينبغ له أن ينتصف له معنى معنى أنه تعدى يذروا لدرجة كبيرة لا يستطيع أن يدرج وهنا وضع الزوجة ودسير إلى هنا ينبغ وضع الزوج هنا هذا العظمة إزالي وقالوا الكبير ياله إزالي فمن نازع لي في أهدهما أو فمن نازع لي فيهما في أهد تصرف فمن هذي استقر سفة الجبر عن عباد الممي 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 السمج والمجهد ثاني لمن نأتي تؤذ هذا التكبر عن ناس عضي وخاقع فالمتكبر أولا تكبر عن طبول أو اتصف بسفتين من غير سفتين وخالف الحق الذي جاء الله عز وجل يأمر ما تشكر الله عز وجل انت واضع وكذلك مشكت خالفت مع الله عز وجل شوف خالفت مع الله عز وجل وتعديت عن الله عز وجل لتكبر ك عنه هذا 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 جريب جون هذا جريب بحاجة عظيم أنك كيف ستنف الله عز وجل يوم ونحن وانت من ترفع على عبيد مثلك وانت عبد مثلك تنف الله عز وجل حتى ما بعد تشكون لم يكبر بسفاتي كامل وليلأصل بتاعك عد إلى أصلك وابحق لأصلك ماذا هو أسكت عنها؟ ماذا؟ أسكت عن المطفى قبل المطفى ماذا أسكت عنها؟ أسكت عنها نجاسة وأخيانكم ماذا؟ جيفة تلك نجاسة؟ تعيش من نجاسة وجيفة متكبران وقلت إذاً أو تتعدى على ذلك وقلت خيروا معي الإنسان فتزمت عصر الحديث وقلت 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 خيروا معي وقلت 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 صحوح ماذا؟ ماذا؟ يا رحيم تتجاوز ونزل التجبراً ونزل التكبراً وعلوياً والمشكل الذي قلت يا إلهي ماذا تتكبر به أن تتعديتها؟ تتعديتها المعزة ونزل التعديتها المعزة لتتعديتها المعزة لتعديتها المعزة ستكبر تجبك من أمسر رضي الله عنه يقول كفى لك رجل إثمان؟ إذا قيله من تقباه قال عليك نسمك هذا من أنواع تكبره أن يأتيك إنسان فيقول لك يا أخي طيّن منك ونقول يا أخي التكب أسرارك أحبت الجوان معنا لكي تتعديتك لكي تتعديتك لكي تتعديتك لكي تتعديتك لكي تتعديتك هذا من التكبراً لكي تتعديتك موسيقى عندما تتعديتك لكي تتعديتك لكي تتعديتك كي تتعديتك وتكبرت على الأقل حتى لو كنت قوي بها أنت الراجم عليك أن تقبل وأن لذلك أنقر عليها وأيضاً قال عليه صالة مسلاة الرجل أنه ليس قادرته قالوا كل يريدك قالوا كل يريدك فقال الرجل لا أستطيع ما قال لش ما أخبرش أنه ليس قد أميت ما أقدرش لكو صعب قال بمعنى دي حياتي وردي 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 نريد رؤيز ذاك نرسكك الرجل فقال إنه مسلاة سنة نسطمعت إن شاء الله تستطيع شيئاً فما منعه من هذا المنطقة الصحاب ما منعه من هذا إلا الكبار هل تستنيف كم تعطيبته؟ طرف ما أفرها بعد ذلك معنى هل تتعوب مع الكبار المشروف؟ تكبر أرحب لا يصصروا ما صحابه من ثاني أنصفه وقام فلا تتكبر أرحب كائناً من كنا بالمصر ولو كان أفسم أهل الأن جل المصر هذا أخير إياك أن تتكبر أرحب لأن الحقا تتكبر عنه أرحب أرحب أخير هذا التكبر يضع المثال أخير سبع أرحب 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 سبع أرحب 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 أر يتكبّر الإنسان حاجة كبيرة يعني يتكبّر الإنس ونمي إسم الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم أكبر معناها أكبر مرض يصيب العالم أو العلم أو العلم تتكب فهو يظهر علمهم أو يظهر أنهم لا يهلكون بالعلم بشيئة فلا يمكن أن أصل أنه يزيد العالم طواضعاً وخشياً يزيده خطماً لجلال الذي يتواضع له ويسمع له ويجيبهم ويتعامل معه وأيضاً يزيده خشياً من الله فهو أعلم الناس بأن هذا الناس هو اعتدام على الله عز وجل وهو أعلم الناس بكبره أو بأصله وهو أيضاً أعلم الناس بأنه أعلم الناس من أعظم أسباب الدخولة فهو يعقد فهو يعقد لأنه في هذا العلم يدب الإنسان ليس هناك شيئاً فعند الشميعين يدوجه في الناس لأنه يتواضع لأنه يتواضع ليس هناك شيئاً يدربة ويجب أن تفقين تفقين لن تفقين 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 هذا هو الكبر الضريع ومن الكبر العلم أنه أنتم واحدة تحت فرجنا وسيحتفور هذا ما عندي العلم أنا معظم مياه وأنا أعطي الحمار بالحرم وأنا أعطي مستحق المترور والمترور كان يعطيه أنا أعطيه الجنة وأنا أعطيه الجنة يجاة القيام بسيطان نعم يجب أن يكون الآخر يتزنينه حتى يصبح أخبرنا من السنة والسلامة والسلامة السلامة والسلامية كانت مختصة مختصة المفيد يقول الكلام ماذا نقول في الوشحة؟ السلام وماذا؟ الكلام ونحن كنس بحق السلام اجدونش عن اختصر ومخصر السادة الثانية من اسبابي هو العبادة عالم وعادة إنسان مجدد في العبادة هذا الإنسان العبادة والعمل عامل في الدنيا والآخر وعادة المخص يقول عامل عامل الدنيا والآخر إنسان عنده منصب هالمنصب الناس عامل سبب ذلك وإنسان عامل لربه يغلق عند الاسبع في أقصد المخصر قال سبب وعادة للتكبر أما التكبر بالنهاية عامل الدنيا كيف يكون؟ يكون بأنه هذا إنسان يرى جميعاً تسكد ذلك ترجمي 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 أسمعه باشبعه وحشة يقول عامل هذه الطريقة هذا كمثة التكبر في أعماله والتكبر في أعماله في رب نهو في ذلك العالم الذي يرى الناس يعتبر وحدنا ما هذا هذا أنه يحبك يتحدث يجب أن يدخل يدخل ويأتي ويأتي يريد أن يدخل ويأتي يدخل أنه يتحدث أنه يتحدث بعد بعد يدخل في الجنة فهذا تكبر بسلب عبادته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرد من قال أهلك الناس فهو أهلك أهلك هذا الشخص كان هكذا إنه لن يعبد صحيح لن يعبد يقول هذا كان هكذا سأره أهلك الناس بتكبره بسلب عبادته كما رويا بطقس المليك إسرائيل رويا أننا هناك مليك إسرائيل كان المولى هو خليع مليك إسرائيل كان يعيدون خليع الإسرائيل أنه من المفسدين الكباري مفسد من أشكلها مرهب رجل آخر هذا الخليع جزى على مجموعة الأخرى هذا الرجل كان الله له عابد بني إسرائيل تلاقى المفسدين العابد وكان على رأس العابد غمامة تظله فقال فقال الخليع في نفسه قال الخليع فقال هذا الرجل قال أنا خليع من الإسرائيل وهذا العابد من الإسرائيل فلو جلست إليه فقال أنا خليع من الإسرائيل فقال أنا خليع من الإسرائيل فكد فتجلس فيه فنفر فنفر وقال وقال كيف العمل فقط غطرت بالخليع وأحبطت عمل نعمة كيف تلوي أخر بسطة قادة الإسرائيل بل الإسرائيل بل إسرائيل بل قصص منها ما قصته عليهم من الإسرائيل وسائل المهم يروا عنهم أيضا أن رجلا أتعابد من الإسرائيل فوضئ على رقبته وهو ساجد هذا كمفسد كالساجد وجل عابد وأحبش على رقبته وقال له ارفع فوالله لا يرفع الله حرف أن الله لن يرفع فأوحى الله لي أيها المتأذين بل أنت لا يرفع فلنها فقط بشنا عرفوا كيف يكون هذا تكبر من العابدين من العابدين والإنسان من قصة حاله حالة أكبر قتل بسعة من قصة فلنها 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 ممتل من العابدين من قصة الطريق الخبير فلن تلت نح Suppose لن نتحدث Risk إنييci ويقعوه التكبري كيف نقول يقول التكبري عنه؟ هذا التكبري مذنوب باعتم بأخفه لذلك فيه إخضام تكبري واحد مشتر بناتهم سواء كان تكبري بالعبير أو بالخسب ولكن كيف النوع يواجه على الزوج نعم أكثر هو أكثر أنواع التكبري والخط هو هذا الإنسان يعلم يقيني والبغي أكثر بسبب وفي الخطف يتخضع السبب النوع الرابع من أنواعي التكبري وهذا التكبري نجده مكثيرا عند الإسان هذا السبب سبب الجمال التكبري بسبب الجمال وكيف كان هذا الإسان؟ وكيف كان الجمال؟ ما هو أداك؟ كان يعتقد يحصل لم أعدا كما نعرف وكانه ملتك من أجنب ويستلسقون به ويصلون knocked ويتمشفون عليه وهذا يقول أصبح نخذ وشب العزاك السبب قال فيهم أفت مجر務 سيدي ولو يأتي إنتزل من هذا لوجد المجال يتأبرون به وهذا رؤيتني حديث قد نعرفه ونعرفه كثير من حديث فوقع علي عائشة رضي الله عنه أنه مرة أدفت عندنا نسطن وصد فطالت عائشة رضي الله عنها بيدنا ولمع إلى أن هذه هم أداء قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتدتك فأكيد أفضلين فقال أنت ترقى أبين هذا السيطرة فهنا حتى قياركم فنجو لأفعالنا ووقع الله فقال نحضروا واقعة ونحضروا الشريعة ونحضروا ميزان ما كانت يتطلب من المعارفة لأنه لم يكن ميزانك في أبداة العصرات أو لأنها نتعلم وليها ممتعاً معادلة نحن من درج العاشرة العاشرة من قبل عددنا نميح المش لأنه كي تنسبى الله السلام من أنواع ونسبة التكبر أيضا أن تكبر بالمال وحدث عنه تكبر بالمال فيه ما ذكى في صوتك صاحب الجنة قال صاحبه وأولها له أنا أكثر من كمالا وأعز نظر أعز ولده حتى أغيره ذلك الرجل إن تعني أن أقلني كمال وولده فأعصار في أن يؤتيني خير من جنتك ويوسع عليها مستانة من السماء في أصبح صاحبه فأخيرك شخصة حكاية هذه مش قلط عز الولد قال يا رجل 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 ما ذكى؟ تكبر يا رجل يا رجل يا رجل كيف؟ فهنا هذا الإنسان كذلك قريب أو نزع الله في صفاتك صفاتك صار شريكا له أو أو الحبيب لشريكا لرفتك وبطيع عظمته قالوا أنا أكثر من كبيره أنا أكثر من كبيره أنا أكثر من كبيره أنا أكثر من كبيره فتكبر عنه ورأى نفسه أعظم به ورأى نفسه فكان يجب وطرق من جملة التوعى ومن ذلك تسطوا قالوا قالوا لما رأى الإسرائيل ما ذهب وما عنده قالوا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قالوا إنه لذي حقنا قالوا كشتين يمروا عليه يمروا عليه في في زينته كان يمر في كبير زينته متكبر من الخطارات ومساك كشتين فيها يدعو فخسفنا فيه وفي ذلك السابة الثالث من أسباب التكرر هو هو القوة والمج فإنسان إذا كنت يحديد يحديد الكرابي يتكبر عنه بقوة ويستصغر ويرى ويرى انتعاله إذا شكرا ما دعا معه فهذا كان يساك كثير منه فكان نهايته كان يدو مرضاً عطالاً أسقطه على الفراش فلم يستطع يديه حرك يدروش معك سبع وكذلك هنا ما أعرف هنا ما تكون محاجة من محاجة وكذلك وكذلك محاجة وكذلك 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 خلقنا في أحسن سؤال وكذلك وكذلك كل شخص فجأة أعطاك ربية قوة هذه القوة استخدمها في قاعتنا وإنك أنت مرة قوة هل أنت أكثر قوة مبوعة قوة 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 كانوا ينحيتون في الجبال قوة ثانية جبل يبنيها الضغري أحنا الجبل لم ينظر لانت يوجد أحسن لا جبل يتسل أخص كل جبل مهت ينحيتونا في الجبل ينحط الجبل الجبل حجرة العظيمة لحكم هناك أيضا أنه مريع عظيم و قويم كيف تلدينا يدور الريحة تصاصر كأعجاز الهدف نطعي يتعبير يتعبير هنا هكذا هكذا تنورك قوتك بعد هذا طالت لأنه شوف نفسك عرف تعدم 100 ما سيحدث ما سيحدث ما سيحدث 100 تعدم 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 لا تعدم أعصار لا تعدم أعصار لذلك كان كامل ولكن قوة قوة أكثر من سنة العصر هذه هذه الشجاعة لا تعدم ولكن الإنسان تغره قوته ويساعده في ذلك المشروع الشيطان أسمع أن تعمل الشيطان تهوى الوعي تهوى الوعي تهوى الوعي تهوى الوعي تهوى الوعي تهوى الوعي إلى التكبر التكبر بالأتباع والتدادثة والتكبر بالغنان والعشاة من الأخب تكبرنا لأننا لا نتباع عن أبداً نتباع مطلوبه وما دهل من أجهب وما الصف معناه هو ما حده هو ما أقول أقول هذا يحك認 ربيعه ويتكبر عليهم وآخر يتكبر بأن عشيرته عشيركم كبيرا معناه ينضرو هذا ويحكير هذا ويشتم هذا ويساك هذا مطلوبه ومعنا كثيرا إيدي ضريب وعلاج ونتم تنبيت البحث من المس وقاعد بسيئة وسيوفة وقاعد بأحباس فهذا يتكبر بي هذا زيادة على طولة المسلم وقامت عنه السلام وقوا في أمان عظيم في أمان المسلم الآن ننتقل إلى المسلم وعرفنا الكبر وما هي أسباب الكبر كيف نعالج هذا الكبر كيف نتخلص من هذا التكبر هذا التكبر مش نتخلص من النوع لازم نتخلص منك لازم نتخلص منك وكل عام منهم ما فهمهم لازم يكونهم عمرين في أساسيين الأمر الأول لا يمكننا أن نستقصر هذا التكبر يجب ما نحيو رجوع إذا عديت أجل لازم نحيو رجوع لازم نحيو رجوع لازم نحيو رجوع أول الثاني أن نتبع وأن لا نبع بالأسباب المؤمنة التي يتبعوني أسباب السبعة نزمي الضوء نزمي إذا كان عناك نسبة عندما تذبع تعرف كيف تتعامل معنا نبدأ الآن مع استكثار التكور من جذوري وهذا يكون بالعلم وبالعلم كيف يكون استكثار التكور؟ بالعلم كيف نستأثر التكور؟ حاجة لذلك لكي نحي التكور وتعالجها من هذا المرض يجب في المرض الأول أن تعلق مرض وتعالجها من موضع وأنت أعرف أيضاً من أنت وأنت أعرف أن يفسك وتعالجها منك والتفسير وأنت أعرف أنك مخدوم ضريث ذليل لا تغذر على إنما تدرك ضبعاً ماذا توقع الذي تضعف؟ إذا كنت أعرف أنك كفور تبحث وانظر وشارك بك وستنبس وأقنع نفسك لأنك عجل ضعيف منك كيف أعرف؟ كيف أعرف أنك محتم إذا أصابك الضر وأصابك الضر وأصابك المجم والألم تبصى تبصى هذه تبصى تجعلك تبكي وماذا تبكي؟ تبصى تجعلك تبصى تبصى ما كانت تبصى؟ تدخلك من ضخرك تجعل مدلاتنا وتدعو الله الصفاحة ما تدعوه؟ تدعو الله وتمنيتك كربي تدخلك يا عبي تجعل مدلات مدلات نفسك كريم فهنا عندما تعرف خلقك أنت ضعيف أنت عبد ذلي لعبك أنت عبد ذلي لعبك عظيم أيضاً أن تعرفاً يقيناً أنه لا تدير العظامة والكبرياء إلا بلاه السمج معنا الوحيد الواحد العلم المتكبر وهو الله السمج أنت عبد ذلي المتكبر المتكبر وعز وجد في إتابة العلم وثيث الإنسان ما أكرره من أي شيء خلقه من مطفة خلقه فقط ثم السبيل ثم السبيل ثم أماته فأقبراً ثم إذا شاء أشعر ثم إذا شاء أشعر أشعر شو قد أهلت الله أستمرك من من ناحية من أي شيء خلقه وثيث الإنسان فأقبراً كافراً 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 لما بد ينتظر بإذن الله أن يرجع ثم إذا جاء أشعر النشوخ مفخة البلد يبحث هذه كم شكرون الله الذي قرأه من بعضهم ثم جاء من بعضهم ثم جاء من بعضهم ثم جاء من بعضهم قوة زمنا قوع مفخة أشترك زمø ما يقصد لما يعني هذه القوة يأتي بعدها بعض منحنا قوة بربعة الأصل فينا ما هو القوات نحن نقول عفا وضع سواجه يقول في كتاب يا أيها الناس أنتق الفقراء إلى الله والله العليم الحبيب نحن نفقر الفقراء نفتمع الآن منعفب وضع Quality بسأل الله العفن منعفب بسأل الله السلام بسأل الله العافية بسأل الله الس樂 بسأل الله كل شيء إلا نكون بأنه نفرف هي الطريقة من العيد مثلا سمأتي من تعييب العيد كيف نستقصر الكبار باللهية العملية؟ نستقصره بالتوارعين؟ كيف نتوضع إله عملياً تطبيعين؟ كيف حاجة لله؟ بأن نتواضع عملك فيها؟ كيف نتوضع الناس؟ نتواضع المؤمنين، ونعامده بتواضع مليل ورحمته وموذّاً هذا التواضع سيكون شيئاً شيئاً وهذا سيكون سبباً لكي نزيل من بقيّاً هذا، كيف نشعل نشكل فيها؟ وحتى هذا ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وهو خير خطي الله ماذا خير خطي الله؟ أصلاً من خالنا؟ يناسب يكون بالله، يقصد الله ويقصد الله ويقصد الله ويتجاهم يتغلق المعلمين، يعني يقصد الحجار على حجار على بطني الله عليه الصلاة والسلام، وهو خير خطي الله، تواض عنه عليه السبب السبب تبقى هذا النبس السبب الأواز خياره بين أن يكون ملكاً رسولاً وعطار الكرودية أن يبقى مسكيناً يجل يوم يشبعه وأيضاً بقي متواضعاً سكتة الجريمة في رسلياته خير ما يرى رسوله شكراً أو تعرف جميل يومي حين كنت تتدخل كنخلاً ويقول لك يا رحمات يا رحمات يا رحمة أريدكم ملحق الأمر وعلى الهتمام اشتركوا في القناة 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 وعن الطاقة عفسوا علينا وباب الله ربنا جديد وباب الله ربنا رابنا ماذا يعمل؟ كان نطفا وكان نفس الشيء كنت نطفا ورحمة لي طراء ربنا كدازه معنا بالنسبتاك خبه في جديد السابة الثانية التكبر بالجانب والتكبر بالجمال دواء وراء فهي نسعى مشكلة السابة شو بسنتاك مشكلة فتاك مشكلة فتاك مشكلة مشكلة فالبوضة بتاك مشكلة وزيد وزيد ندعي لا تقرأ الممور القادرة الموجودة في جسمنا كيف بزاك القادرة الموجودة في جسمنا لا تحسن بيها لا تحسن بيها ويقول ينشد مرحش هذا القول يسف على المقر إذا تحدثنا عن السابة الثالث لا تحسن بيها تقول ينشد وراء تحسن بيها تحسن بيها تحسن بيها المملكлюс هخ dispar برينة لا تحسن بيها كان التقرأ تحسن بيها لا تحسن بيها لا تحسن ذلك بак اشتركوا في القناة 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 خير له اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا